اشتركوا في القناة طبعا بعد ما عملنا المحش بقى بخلطتنا كده وتدبلتنا المميزة والخاصة رصنا زي ما شفتوا كده رصة الكورومب وكمان رصينا ورق العنب تمام كده اكلات الشتاء اللذيذة وكمان مش شتاء وبس ممكن في اي وقت طبعا لو في عندك ورق عنب بنتي مخزناه في عزمات رمضان حاجات جميلة جدا جدا زي ما شفت الكورومب والمحش ياهو بتاع ورق العنب انا بقوليك بس ورق العنب كده علشان فاطر هو بتبقى ليه تكات كده في التسوية بحب اضيف حلقات اللمون ديت عشان بتزود المزازة كده بتاعت ورق العنب وبتديله تطعيمة جميلة والتسوية كمان انا بقوليكو عليها في الفيديو طبعا فيديوهاتنا كلها هاسبلكو الفيديوهات كلها تحت اللينكات يعني تحت صندوق الوصف اللي هو العنوان تدوسي على العنوان هتظهر للككل ايه اللينكات بتاعت الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله الفيديوهات تعجيبك والمينو يكون بسيط وسهل اقتصادي في حاجات اقتصادية ومغفرة يعني ممكن اكلات المحش دي في الشتاء تعمليهم وحدهم غدوة ما شاء الله لما تعملي حلت ورق العنب زي كده هوت وحلت محشي كرومب هات غد ورده وفضل من عند ربنا اللهم بارك حاجة جميلة جدا جدا بصوا بقى كده انا بعمل ايه بجيب معلقتين من صلصة التسبيكة وبحط عليهم مغرفتين كده من الشربة وبقلبهم وبوضفهم على اي نوع محشي انا بعمله بعمل الحركة دي بتديك في الاخر بتخلي وش المحشي كده ولونه كمان جميل وبتدي برضو تطعيمة من كل التوابل والحاجات اللي احنا حطينها في الصلصة حاجة كده اللهم بارك ده شكل المحشي بتاعنا بصوا شايفين ما شاء الله رصة محشي الكرومب والصانية طلعة شكلها بيدحك دي حكي ما شاء الله اللهم بارك حاجة جميلة تعالوا بقى نشوف مع بعض ورق العنب وكمان احنا عاملين له رصة كده من تحت جميلة هنقلبه دلوقتي بسم الله ما شاء الله ريحته كانت طلعة خطيرة جميل جدا جدا والله يا جماعة وفي شوية التوابل كده انا بحطهم في الخلطة بيخلوا ريحة المحشي مفحفاحة اكتر واكتر تمام تعالوا بقى نسمي الله كده هوت ونقول ايدك معنا يا رب ونقلب ايه حلة المحشي بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك بسم الله ما شاء الله شايفين رصة المحشي خد التسوية المظبوطة الشربة بتاعته ما فيش اي شربة او سوائل فيه زيادة يعني زي ما انتوا شايفين كده وكانت تسويته مظبوطة مية مية الحمد لله لا فك مننا لا الرصة بتاعته شايفين ما شاء الله متماسكة ازاي الطريقة اللي رصنا بيها هتبقى جميلة جدا جدا تمنى انك انت تجربي المحشي بطريقتنا وبحركتنا وان شاء الله هيعجبك ويعجب كل اللي يكله من ايديك طالما عملنا المحشي ندخل على الوصفة التانية حاجة كده نواشف ودافية كده وجميلة مع المحشي هنعمل ايه هنعمل الفراخ المشوية في الفرن بصوا عملنا التدبيلة جميلة جدا للفراخ وبعد كده حطناهم في الشبكة بتاعت الشو وهنا بحط جزء من الخلطة تمام انا بس بقولك كده على السريع هتحطيه في صانية مع ورقتين لورة وفصة حبهان كده هوت وتحطي عليهم الفراخ واتدخليهم الفرن كل ما بتنشف المية معاك في الصانية لازم تضيفي تاني سواء مية او شربة المهم سوائل عشان البخار اللي بيطلع دوت هو اللي بيسوي الفراخ وطبعا بعد ما بتستوي الفراخ ونديها لون كده تحت الشوية جميل جدا جدا وهنشوفه دلوقتي مع بعض ده كده لون الفراخ والتسوية وشكلها بعد التسوية شايفين بسم الله ما شاء الله الخلطة جميلة جدا ولون الفراخ كده مفرح احلى واجمل من فراخ اي حياتي برا ممكن تجي بيها عملتها في البيت على ايدك بطريقتك الجميلة والمميزة ان شاء الله اللي هتعجبكم بامر الله حاجة كده تشرفك زي ما قلنا في العزومات لأهل بيتك حاجة اللهم بارك ولا ان هم يقولوا لك نشتري من برا ولا منشتريش من برا لا اعملي كل حاجتك في البيت بايدك مضمونة واحسن واحسن طبعا وافضل من ايديكي ان شاء الله تمام كده طبعا اللينكات زي ما قلت هنبقى كلها في صندوق الوصفات اتمنى ان فيديو الفراخ دوت يعجبكم بجد فعلا يعني كان جميل جدا ورحت وكانت مفحفحة وملياء الدنيا ان شاء الله ينال اعجابكم تمام كده تعالوا بقى ندخل نشوف ايه الوصفة التانية بتاعتنا من الاكلات الشتوية اكلة التانية بتاعتنا اكلة شتوية بحتة شتوية شتوية العدس زي ما انتو شايفين كده هوت عملنا شربة عدس عملنا فتة عدس حاجة جميلة جدا جدا اكلة شتوية مغزية ولزيزة فعلا عملنا معاها الرز الابيض مفلفل وجميل ما شاء الله شربة العدس كمان شايفين بسم الله ما شاء الله الشربة كريمية ونعمة ازاي جميلة جدا جدا بطريقة مميزة وكده حاجة دفا دفا شايفين يا جماعة دفا والله تمام اتمنى ان كنتوا تجربوا العدس بطريقتنا برضو حاجة جميلة اللهم بارك هتعمليها يعني وصفة كده في وسط ايام الاسبوع طبعا حبي تتغيري بقى من فراغ او محشي او او هتعملي اكلة العدس دي اتاكلة بسيطة واقتصادية حتى وان كان مش اقتصادية او دلوقت يعني كلنا عارفين الظروف بس اهو برضو حاجة نحمد ربنا عليها الحمد لله على كل حال عملنا كمان معاها ده اللمون دوت انا برهولكو ده كنت نمخلي له معاكم على القناة بطريقة جميلة جدا لمون المعصفر بقى بالخلطة كده اللي احنا حشينه بيها حاجة اللهم بارك برضو اعمليها في البيت كل حاجة ايام تعمليها في البيت هتكون اوفر واحسن لكي وانضف كمان من اللي بتشتريه من بره حاجة مضمونة انت عاملها في بيتك وعلى اديكي تمام كده وحابة مخلل كمان تاني معاهم كده حابة جزر حابة لفت حابة شطة زي ما تحبي تمام وشكلي كده هوت وما تقوليش خدوا اشترولي من بره وكمان طبق صلطة حاجة كده لذيذة جدا جدا اكلة فعلا الولاد بيحبوها جدا جدا وعندي زوجي يام مبارك بيحبها خاصة فتت العدس دي بتبقى جميلة جدا مع طبق الشربة بقى وهو راجب بعد ما بيرجح كده من الشغل بيبقى الجو برد عايزين يدفوا نفسهم اللي بيبقى في كلية ولا في مدرسة يلا كده وعمل لهم شربة العدس ودفيهم يلا بينا ندخل على الفيديو التاني اللي هو ايه عملنا السمك السنجيري عملنا السمك السنجيري من السمك البلطي فتحناه زي هتشوفوا في الفيديو وكمان عملنا له خلطة وتدبيلة جميلة جدا جدا شكله بصوا ما شاء الله في الصينية شكله مفرح بصراحة مع الالوان كده بتاعة الخضار جميلة جدا جدا ورحته الخضار مع السمك وكله بيبقى عاطي ريحة جميلة جدا جدا اعملنا معاه الرز الاحمر بتاعنا بصوا ما شاء الله رز مفلفل حبية بحبية جميل جدا جدا طعم وريحة ان شاء الله هيعجبك بامر الله عملنا معاه انا عاملة هنا دي صلاة الدقوس تمام انا بحب اعملها بطريقة كده خاصة بي شوية يعني مش زي ما بيعملوها بالزبط تمام كده ان شاء الله الفيديو في موجود يعني على القناة اللي حابب يعرف ايه هي صلطة الدقوس تمام كده بصوا بقى كده شايفين بقوليكم بس السمك بتاعنا ما شاء الله والخلطة عليه جميلة جدا جدا السمك مستوي تمام ومية مية اللحمة بتاعه ابيض وجميل ما شاء الله لهم بارك كده بصوا مستوي تماما شايفين طبعا كلنا عارفين ان السمك ما بياخدش تسوية يعني السمك حاجة بسيطة واللحمة بتاعته نعمة ما بتاخدش وقت فيه التسوية وكمان الخضور ما شاء الله عاملينه كده بطريقة جميلة وحطن له تدبيلة كده والسمك زي ما حد لو انتوا عارفين يعني وتفرجتوا على فيديوهات السمك بتاعتي انا بعمل له تدبيلتين كده هوت جميلة جدا جدا عملناه هنا بقى دوت البولتي السنجاري عملناه بتدبيلة واحدة بس لانه طبعا ما فيش تدبيلة جافة تمام فعملناه بتدبيلة سيلة خطيرة جدا جدا طبعا كلنا عارفين غلوة زيت فعملناه هنا بايه من غير زيت بقى من غير من غير قلية يعني ورياحي بالك ورياحي دماغك وفي الصينية ودخلي الفرن وبالفة هنوشفاء عليكم بعد ما عملنا الاكلات ديت بقى لازم نعمل ايه تحلية كده لولاد في وسط الاسبوع دوت وخاصة في الشتا بيبقوا عايزين حاجة تديهم طاقة برضو ودف فيهم عملنا مع بعض فطير الفطاطري ما شاء الله شايفين شكل الفطيرة يعني اظن بيتكلم عن نفسه ما شاء الله اللهم بارك عملناها بطريقة جدا 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 جميلة هتشوفيها معايا دلوقتي تمام كده بصوا بقى بعد ما هدية بقى الفطيرة كده وخرجناها من الفرن هنقدمها بقى زي ما الفطاطري كده بيعمل وبيقدمها رشة كده من حبة السكر البودر كده هوت عليها ما شاء الله طبعا هي في قلبها حشوة جميلة جدا جدا ولزيزة اللي هتفرج الفيديو هيشوفها على معلقتين لبن كده او حليب دافي يعني كده من على الوش حبة مكسرات لو انت عايزة يا ستي ما فيش مشاكل لو موجود عندك عندك الخير كله يا رب اللهم امين تمام كده وتبقى بقى خلاص كده عملت لهم تحلية سهلة بسيطة ما كلفتناش لا وقت ولا فلوس ولا مجهود ولا اي حاجة زي ما هتشوفوها معايا ان شاء الله فطيرة جميلة جدا جدا صدقينها تقف نصف ساعة في المطبخ هتعمل لهم التحلية دي اللهم بارك ولا يقولولك هتنجيب من عند الفطاطري ولا عايزين فطير الفطاطري دخل لهم الفطاطري في البيت وقدموه لهم ما شاء الله حاجة تبقى ايه جميلة جدا جدا من ايديكي اللهم بارك وتبدأي بقى تقطعيها زي ما انت عايزة مسلسات تقطعيها مربعات حتة صغيرة كبيرة اللي يريحك بصوا كده بوريكي الفطيرة مورقة وجميلة وكمان والله هتشوف التوريقة بتاعتها دلوقتي خطيرة جدا جدا تحلية بسيطة ما كلفناش حاجة يا جماعة والله بس احنا اللي بنكسل احيانا في الشتا ونقول لسه هقوم لسه هتحرك لكن لما تقف كده وتحمسي نفسك وتخيالي منظر الحاجة وهي بعد ما تستوي فرحة اولادك بيها هتتشجعي وهتقومي وهتتقف بقى عشان تسمعي الكلمة الحلوة ماشا الله يا مامو الله يا ماما طعمها جميل تسلم ايدك كل الكلام الحلو دوت هو اللي هيشجعك تمام كده تعالوا بقى هنعمل ايه دلوقتي هنقطع الفطيرة بتاعتنا ونشوف قلبها من جوة والتوريقات بتاعتها اللهم بارك هتبقى جميلة جدا ولذيذة هوا شايفين بصوا بقى كده انا هورديكوا دلوقتي توريقتها حاجة اللهم بارك يلا بقى كده تشجعي بعد الكلام الحلو دوت وقوم اعمليها الشتا يعني معجنات ما يخلاش البيت من المعجنات في الشتا معجنات يعني دفع وخير اللهم امين ان شاء الله للجميع تعالوا بقى نعمل مع بعض حبة ارائيش كده لسه اساء الله مبارك مع حبة حليب مع حبة شاي بالحليب في الصبحية بالليل كده هوت وانتوا قاعدين حاجة جميلة عملنا شوية ارائيش زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكلهم جميل جدا جدا بالحشوة واللي من غير الحشوة يعني سادة وبحشوة دايب في نفس الوقت مقرمش بصوا تقطم معايا ازاي مش طرية وفي نفس الوقت الحتت بتاعتها بالدوب دايبة تمام كده عملناها بطريقة ازاي عايزة تعرفي ازاي هتحصولي على الارائيش دايبة ومقرمشة في نفس الوقت مش محجرة معاكي مش بطوقتم يعني مش مع الضمة تمام كده ان شاء الله هتعرفي كل دوت لما تتفرجي على الفيديو وتشوفي طريقتنا وتشوفي المقادير المزبوطة وازاي عملنا اللي بالحشوة وازاي عملنا السادة وكمان التسوية حاجة جميلة جدا جدا اللهم بارك وخاصة برضو عشان فترة الشتة بتبقى في الدراسة الولاد بيبقوا مثلا لسه مخلصتيش اكل راجعين جعانين عايزين يتدفوا كده هو تديهم حبة من الارائيش مع كباية شاي كباية شاي بحليب حاجة بتبقى يعني اهي خير وبركة في البيت ربنا يجال عندكم وعندنا دايما الخير كله يا رب اللهم امين شايفين السمك المطلوب بتاع الارائيش بيكونش اكتر من كده عشان ما تبقاش عاملة معاك زي الفيش تمام كده بصي اهو شايفة بتقطم معايا وفي نفس الوقت دايبة بصي لما بدوس عليها باطراف صواب عيدوب شايفة بتتفروك معايا ازاي يعني طريقة والله مبارك نجحة ان شاء الله وهتكون احسن واحسن من ايديك بامر الله لما تجربيها وتعمليها لأولادك ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم وبفكركم تاني الفيديوهات كلها موجودة في صندوق الوصف تحت العنوان هتدوسي على العنوان هيظهر لك كل الفيديوهات او كل لينكات الفيديوهات شوفي الفيديو اللي عجبك او اللي انت عايزة تفرج عليه وهتعمليه وتطبقيه لأولادك ويبالفة هنا وشفة عليكم ما ينفحش طبعا نعدي اكلاتنا الشتوية من غير ما نعمل صنية الرؤاء صنية الرؤاء الجميلة ديت ما شاء الله جميلة جدا بصراحة والله يا جماعة مش شكر لكن فعلا كانت طلعة خطيرة بعد كده انا اعتمدتها كتير يمكن كنت بعملها بطريقة مختلفة الاول بس الطريقة ديت طلعت جميلة معايا وكمان عجبت الولاد فبقوا يطلبوها على طول بنفس الطريقة ان شاء الله هتعرفي الطريقة لما تتفرجي على الفيديو عملناها بحشوة اللحمة المفرومة الاقتصادية علشان ما تقوليش مثلا حد هيعمل دلوقتي كده هو رؤاء ولا قليش واللحمة لا ان شاء الله يعني مش عايزة اقولك يمكن بقى اقل من رجع كيلو لحمة هتعملي الصنية ديت مع الحبة الحبشتة كانت بقى كده زي ما بنقول والخلطة اللي هنعملها والتدبيلة هتخليلك طبقة اللحمة زي ما هتشوفي دلوقتي معايا وهنقطع اللهم يبارك حاجة جميلة جدا جدا في قلب الخرطة كده اهو شايفين بصوا انا لسه بقول لكم بصوا ما شاء الله كمان فيه كده هو يعني حركت شوية ايه تكات بسيطة كده هوت هتخلي معاكي الجلية الرؤاء معلش ده رؤاء الرؤاء مورق بالشكل دوت وقلبه طري شايفين ما شاء الله باين وكمان الارضية والوش مقرمش ولذيذ للي بيحب الحاجة المقرمشة شايفين الرؤاء معايا عمل ازاي اللهم بارك يعني الوش مش هتقولي مثلا الرؤاءات كلها نشفة لأ هبصي شايف الرؤاءات من جوة بيضة وطرية ازاي والحشوة جميلة والارضية من فوق ومن تحت تقطوم بقى كده فيه تنغم لما تسمعي صوت الارمشة كده يا سلام جميلة يلا بقى كده شتاء يعني ارنبيط وارنبيط يعني الشتاء طبعا ما يعديش ابدا الشتاء من غير ما نعمل الارنبيط مرة واثنين وثلاثة كمان حاجة كده بالخلطة بتاعتنا الجميلة اللي احنا عاملينها خلطة سيلة جميلة وخلطة تاني جفة حاجة اللهم بارك لما تتفرج الفيديو هتتعرفي على الخلطات وايه السر اللي بخلي الارنبيط معنا مقرمش يبقى ما شاء الله مليان كده بالخلطة والتدبيلة وطريق ولذيذ من جوه هنشوفوا دلوقتي مع بعض اللهم بارك حاجة جميلة بسم الله ما شاء الله بصوا كده انا بقى طعا كده واريكم قلب الارنبيط هيبقى عامل ازاي بصوا طريق محتفظ بالطروة بتاعته يعني تقطوم كده القطمة فيها تاني طروة مع ارمشة مع طعم التدبيلة حاجة اللهم بارك بالفهنا وشفاء عليكم ان شاء الله الفيديوهات كلها موجودة في صندوق الوصفتنا الاعجابكم بأمر الله يكون منيو الشتو بتاعنا قدمنا فيه على قد ما نقدر بعض الاكلات الاقصادية المفيدة مع بعض من الاكلات التانية كده اللي الطعام بيها الاسبوع بتاعك حاجة جميلة وحاول تعملي تناغم ما بين الوصفات والاكلات طول الاسبوع ان شاء الله اكلاتنا تنال اعجابكم والفيديوهات اسيبكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم